بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام معكم عمر الشريف سرور قدنا في المرات اللي فاتت وعملنا material قوي جدا ويتعارد الوقتي نتكلم في نعمق شوية جوة المaterial اول حاجة عملت new folder اسمه material clicky mean new folder عملته زي من شايفين كده وبعدين لونته خلاص وعايزة اعمل material clicky mean material واسميها master material خلاص اتعلمنا بقى وclicky mean عليها instants automatic يعني خلاص يبقى عندي هسميها instants يبقى عندي ادي المaster material وادل instants بداية وادوس ننقلك عندي صور وليكن عندي glassness وزي من شايفين هنا هيا الخماتة هيا خلينا نجيبها لكو عندكو خلاص عندي displacement وطبعا دي اسمها الـ تقدروا تنزلوها من cgp او cgp او حتى من الويبسايت ادي وي displace normal reflection و glassness وقلبينا نتعمق شوية حسحبهم عندي هنا طبعا بيخشوا طبعا حجمهم تقريبا دي حجمها 8k طيب طيب شيء جميل طبعا انك تشتغل بالـ 8k وما الى ذلك ولكن خدوها مني كده يعني جملة عشان هي برضو مشهورة عند الناس غلط وهي لو انك غير محتاج ان الـ project بتاعك او الخامة دي تبقى 8k خلاص ما تعملهاش 8k برضو لو الـ project بتاعك الكاميرا بتاعته بعيدة عن اي model يبقى انت مش محتاج الموضل يكون high-res او high-poly لا يعني بصوا دا مش هتكتشفوا اصلا ان هو low-poly الا بصوا لو wireframe وقربتوا عليه كده هتلاقوا كده خلاص لكن كده زي الفل ما فيش اي حاجة طيب زي الفل دخلت المتيريال بتاعتي طبعا طيب ماشي كنت عايز بس اسميهم على طول بلسكتوة لكن مش مشكلة هسحبهم كده هاخدهم واخدهم goal material بتاعتي بالشكل دوت وهنا بقى هنبدأ تطبيق اكتر على اللي احنا خدناه بالاضافة لي ان احنا هنلعب هنا في شوية حاجات يعني باكتر من طريقة وهنشوف هنستورد حجم الماكس ولا لا هنشوف الشغل ده خلونا الاول ارجع ده project project تكون شغال عليه زي الفل ادي الماتيريال وهدي التكتشور ده الدفيوز اتأكد ازاي تنقلق عليه وتنقلق اه والله هيدا الدفيوز حلو جدا جدا على طول u عشان الcoordinate multiply append تفاكرين عفوا انا ده append مني append بالشكل دوت والconstant one one خلاص بقى الحاجات دي احنا اخدناها من مرات اللي فاتت فهمش هنعيد تاني ده هيبقى x ده هيبقى y y u u و تتوصل هنا بالشكل دوت حلو الكلام بداياتا يعني طيب طبعا ده 00 عشان كده الخامة عاملة في الشكل ده احنا عايزينا طبعا one في الاكس اللي هو الديفولت بتاع اي خامة one في الواي save حلو جدا الكلام وتعالوا نجرب على اي حاجة اي عندنا هنا ولكن الارضيزت نفسها يعني انا مش عايز الكلمة دي هجيب الانستنس بتاعتي ادي الماتيريا اللي هو ادي الانستنس هسحبها هنا بس ادي الخامة بتاعتي خلوني برضو احذف كل حاجة مع ده الوحش ده بالكوترول ويليت الباقي زي من شايفين وبرضو نعمله build light سريع عشان او نحول دول موفا بول اوبجيك هناخد في قسم الاضاءة موفا بول والستشيونيري والستاتيك لايت وما إلى ذلك ولكن عشان اضيع بس السواد بيعمل حاجة اسمها build light زي ما انتو شايفين عشان ياخد كالكوليت light الدي وهو شغال كده احنا شغالين عادي خالص زي ما انتو شايفين ادي ادي الاكس و الواي و الابند اجيبهم طيب خلاص ادي خلص خلص معانا زي ما انتو شايفين السواد مشي وتعالوا ندوس اتنين كليك على الانستانس متيريال بتاعتي وعندي اتنين باراميتر ادي لازم اتستد ادي الاكت و ادي الاي ادي الاكس الاسكل شغال و ادي الاي الاسكل بتاعه برضو شغال يبقى انا كده عشرة على عشرة هقفل الانستانس وهاخد دول هسميهم في جروب اسمه وليكن اليو في خلا ودول كده اسمهم تايلينج سكيل حلو الكلام طيب بعد كده هناخد الاد وناخد برضو الابند كترول سي كترول في اكس 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 افست والواي افست وكالعادة لازم نتستد كل كبير كل كبيرة وصغيرة عندي طبعا انا عامل سكريبت بتستدد لك كل ده ولكن عشان مش متاح لاكتر الناس فيكو فعلى طيب ودول محتاجين يترقموا اكس وواي بعد كده اكس وواي اكس وواي بعد كده اكس وواي وواي افست وواي افست ماش مشكلة خلينا الاول اكتشف ادي الافست شغال زي الفل ووادي الواي شغال بردو زي الفل جميل جدا يا باشا هسيبها هنا هو مفيش اي مشكلة انا خد دولكده هوت بالشكل ده طبعا ما انا قلتلكه نظموش قبل اي حاجة واسميها اااا افست خلاص وبعد كده عندي التكتشر بعد كده عايزة تحكم في اللون بتاع التكتشر يبقى هنا قبل التكتشر في ال-UV بعد التكتشر اللون M multiply وي ممكن أخليه ثلاثة ثري فيكتور خدناها المرة اللي فاتت الفرق ما بين ال-one فيكتور وال-two فيكتور وال-three فيكتور وال-four فيكتور ونخلي دوت ال-white ال-default يعني ما يأثر ليش زي ما تشايفين أدي الخامة بتاعتي طبعا نايزة تحكم في شدة تأثير ال-white أو اللون ده على ده أول حاجة ده هنحوله برضو هيبقى color overlay يعني الرقم ده ده صفر وده one two three دي هتبقى في خانة اسمها ال-color overlay أنا أخذ multiply لما توس تعمل increase لأي قيمة بالشكل دوت ويقلل كيمين ونسميها color overlay overlay intensity تمام 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 بالشكل ده لو دوسنا save بصوا هنا هيتغير ازاي اهو على طول تعالوا بقى نغير في الوحش اللي عندي ادي color overlay في خانة اسمها color overlay تقدر تغير تغمى زي ما انت عايس ال-x وال-y بعدك ال-x offset و ال-y offset بعدكده عندنا color overlay parameter طبعا ده لازم برده يتحط فيه جروب اسمه color overlay طالما انا عامله هندوس على السهم هنا ونجيب color overlay ويبقى ده رقم واحد ليه لأنه ده رقم صفر وبعده رقم واحد في القائمة باكده كده احنا خلصنا الـ اسمه ايه الـ 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 او اللي بنسميه الـ color او الـ base color طيب بعديه على طول عندي المتال الـ reflection فيين الـ reflection فيين الـ reflection تعالوا نشوف كده اه هو ده الـ reflection هاخد ده كده وكالعادة هجيب دول لأن دول الـ UV لازم يمشي الـ views مع الـ reflection مع الباقي هاوصل ده بالـ UV مش هحتاج لدول انا هحتاج بس عايز ازود الـ reflection او اقلله هنعمل ايه؟ بالظبط ده هنسميه كود السري multiply و constant ويتوصل كده يبقى القيمة دي بتتحكم في شدة القيمة دي ده كده انا مسميه الكود السري خلاص يا شباب طيب reflection intensity يبقى لما نيجي في المحضرات بتاعتنا نقول يا جماعة كود السري على طول هيجي في دماغكم ايه؟ الحتة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي حالا دي خلاص؟ كود السري على طول multiply وكذا كذا كذا خلاص؟ جميل جدا بعد كده عندي ايه بقى الوحش ده؟ تننكلك عليه glassness حلوة اوي 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 اه دي برضو يتوصل باليو فيه وبردو عايز اتحكم فيه الشده بتاعته الكود السري كترول سي كترول فيه ولازم تغير الاسم لازم تغير الاسم وإلا ده هيبقى زي بعض خلي بالك لازم يعني ده هيبقى قبل intensity هيبقى glassness intensity ويتوصل به ويتوصل به العفوة العفوة طبعا هتقول لي طب والسبيكولر اخبارها ايه؟ اقولك مفيش مشكلة انك تاخد المتالنس مع رفليكشن او تعمله كونستنت او حتى خامة بشوقك ادي زي الفل بعد كده عندنا normal map برضو هياخد نفس UV يستحيل ان normal او شدة البمب بتاع تكتشر تبقى بمقاس والتكتشر الطبيعية بتاعتي تبقى بمقاس تانى ف عندي الوحش دا اوه وهتحكم في الشدة بتاعته النورمل متغيرة شوية الشدة بتاعتها بستخدم حاجة اسمها الفلاتن عفوا الفلاتن نورمل بالشكل دا خدناها طبعا تكلمنا فيها سريعا في اخر الدرس اللي فات كليك يمين convert to parameter ونسميها normal intensity و الفلاتن هيروح ل النورمل وده هيساوي 1 طب القيمة الاساسية بتاعت الجلسنس لو من غير تكتشر 0.5 طب لو بالتكتشر لا انا عايز كل التكتشر تبقى متأثرة الطبيعية بتاعتي تبقى 1 جلسنس وهكذا الباقي 1 خلاص يا شباب طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي الخامة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي ادي الـ color overlay intensity الـ UVs وعندنا طبعا الجلسنس طبعا ما حطتهمش فيه لكن تعالوا ده هيبقى في جروب اسمه reflection وده الجلسنس هيبقى في جروب اسمه الجلسنس والنورمل هيبقى في جروب اسمه النورمل بالشكل ده لو جينا على النورمل وزودناه زي ما انتم شايفين هتحسوا انه 3D مش 2D ولكن في الحقيقة هو 2D زي ما انتم شايفين طب امتا نخليه فعلا 3D عن طريق من غير ما نعمله modeling اقولك بص يا سيدي زي ما انتم شايف هنا الموضل بتاعي في ادي المربع اللي هو الباكس وفيه يدوب سيجمنت كده متقاطع معاه لازم ده يكون فيه resolution كتير طيب تعالوا نجرب نعمل حاجة ونشوف تعالوا نيجي هنا وقادي خانة displacement الكود السري يعيز اتحكم في شدة displacement تبصوا ماشين تاتاتات الكود السري بتاعنا اهو ونسمي دي displacement intensity save واستخدم حاجة multiply معاها اسمها vertex normal vertex normal زي ما انتم شايفين multiply مع ال multiply ده ده هيبقى تحت ودي هتبقى فوق بالشكل ده بس خلاص الكود كده خلص وهنحطها فين هنحطها في displacement ثواني طبعا محتاجين ان احنا نفعل بعض الحاجات عندنا هنا لو جيدا اعلمنا على المصر ونزلنا تحت لحد ما نلاقي note translation هقوله ليه يا سيدي الله خليها الفلات طبعا فيه فرق ما بين الفلات translation و ال سنستخدم التسلم التسلم المن تسلم المن تسلم المن تسلم اللي خفيفة والسيم ظهر لي الدسلس ودسلس هقوله لا أنا أعيزها في الورد الورد لد ديس بلايس منت تمام والتيسلاتي هقوله لا ده أعيزه constant كليك يمين كونفيرتو براميتر ونسميها تيسلاتي ونشوف هتنفع معايا في المثال بتاعي دوت ولا ولا لا أخليها واحد و كله كده تمام ممكن إنك لو تنزل هنا ويتفعل الكراك لو أنت عايز دي بشوقك عنده save المهم وتعال نشوف في الوحش ده أي تغيير عندي ما فيش أي تغيير يا جماعة أدي فين التسليشن أهو وفين الدسبلسمنت أو الدسبلسمنت محطوط غلط فيه جروب لأ أنا عايزة يكون فيه الدسبلسمنت والتسليشن برضو يبقى في جروب الدسبلسمنت سايف زي ما شايفين ما فيش أي حاجة أدي التسليشن أعمالين نزود ما فيش أي حاجة خالص وأدي الدسبلسمنت بصوا بص في الدسبلسمنت زي ما انتو شايفين هنا في الصورة لو جينا شفنا هنا أدي الدسبلسمنت لكن الرزيليشن ضايع خالص الرزيليشن بتاعه ضايع بصوا لو حاولنا نكتر برضو بصوا لو خلينا مثلا تسليشن زيرو طيب عشرة مية مية وخمسين زي ما انتو شايفين عامل إزاي ليه؟ لأن الرزيليشن مش قد كده طيب نفس الخامة أنا هاجي هنا على الماكس وأعمل طبعا على فكرة عايز أقول لكم بس في التفليقات اللي عندكم اللي بتحصل في الكراك اللي على الجنب ده بيتصلح يعني ولكن حاليا احنا بنركز بس في يعني اللي على الجناب ده بيتصلح ببا بس مش عايز نشغلكم به خلينا دلوقتي في البلان نوصل بس الفكرة الأول أدي البلان بتاعي عدد أنا جوه الماكس تقدر تعمل ده في بلندر مايا سينما فور دي اللي انت عايزه عدد البوليجون موجود عدد السيجمنت معروف تقدر إنك دي تستخدم مثلا سب دفايد عشان تكتر الدنيا طبعا خليك حارس جدا وانت بتستخدم ال السب دفايد خليها مثلا وان 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 مش عايف ليه مش شغالي معي خليها تاني سب دفايد مش شغال معي خالص مش عايف ليه آه تماما زي ما انت شايفين نقدر نخلي فور مثلا عملناه اثنين تقدر تخليه وان لو عايز وتعال نشوف هنعملو اكسبورت اف بي اكس عادي خالص جوه تست هلا وهتخليه دوت اف بي اكس مش لقطه مش مشكله ضد اف بي اكس تمام لاني مش لقطه بس بعيني فكتبت على طول الجيومتري زي ما هو وماشي كله اكسبورت هنجي على هنا ويمبورت هنخش ادي الاف بي اكس بتاعي بيقول لي عايزه مش عارف ايه اوتو جنريت كليجن ماشي يعني بلاش دي كليجن انا مش محتاجه قوي ويمبورت اول تمام ادي البلان بتاعتنا طيب البلان بتاعتي انا عايزها الاول تكون مزبوطة في الاكس والواي وي ازي حاجي هنا عند اكس واي وز زيرو 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 زي وزي خلص هرفعها طبعا هنا كده بس شوي هاجي على دول اشيل منه الماتيري من هنا على علامة صفرة اتبقى معايا قادي البلان طبعا تقدر تعملها بأي مقاس انا عملته بس في المقاس الديفولت يعني بتاع الجريد بتاعت الماكس ولكن لا يسر عليها كده يسر على غيرها خلاص هنسقط الانستانس ماتيريال عليه بصوا حصل ايه بيطير ويرف رف الفضاء طيب هنجيب قادي الماتيريال انستانس ونبدأ بها نزبط كل حاجة اقولوا لا ما تزعلش مين انا كنت بس بهرج معاك وتعالى كده نتكلم مع بعض كلام ضريف ادي الديس بلايس خلاص يا شمان و ادي التسليشن بصوا ادي التسليشن سواني وليكن نخليها عشرة تمام يبا هنا حصل البمب اللي احنا عايزين وعشان نحتاج تأثير اعلى من كده هنروح هنا على الماتيريال ونعلم على الماتيريال ونزل تحت خلص على التسليشن وتقدر تغير حسب ممكن تبقى المابة محتاجة تعقيد اكتر من كده ممكن تخليها PN خلاص لكن ما ظنش ان المابة بتاعتنا تستحق ده والكراك تقدر تدوس عليه هاديك برضو واقعية في الديس بلايس وتجي برضو هنا على التسليشن وممكن تلعب وما الى ذلك طيب تعالوا برضو كليك يمين نيوماتيريال لايت ماتيريال تنكليك على لايت ماتيريال كليك يمين عليها إنستانس لايت ماتيريال underscore one مثلا طالما هي إنستانس وانجيب أي كورة عندنا مثلا من place السفير بالشكل ده وتسقط اللايت ماتيريال إنستانس هنا وتعالوا نشوف هنعمل إزاي اللايت ماتيريال ممكن تشتغل وهو كده آه ممكن تشتغل وهو كده في بعضهم بيقول لا يا سيدي طب ما إيه رأيك نشتغل وهو عفوا وهو مثلا عفوا يبقى مسكد أو يبقى ترانسلوسينت خلاص وفي بعضهم بيقول يا عم نخليه أنليت وخلاص أنليت من الشيدينج مود وخلاص طيب ممكن تخليها أنليت بحكم أنك تلاتة من الكيبورد مثلا وتوصلها هنا ولكن الكود السري بتاعنا عشان نزيد من شدة النور كليكي من لايت انتنسيتي وأتخلي ده أبيض مثلا كليكي من لايت لايت كالر شكرا لكيبورد شكرا لكيبورد ننتقل لأدي اللايتينج باس او اللايتينج بوث دي تيل ده بصوا نسيت صحيحة واريكم النتيجة اللي احنا وصلنا لها في الحجر غير النتائج التانية خالص النتيجة اللي كانت عندي هنا لا بصوا النتيجة بتاعتي اللي انتوا شايفينها هنا خلاص ده الجزء الخاص بالماتيريال اللي فيت خلاص اللي هي كانت عندي هنا بعد ما خدناها ورجعناها تاني هنا هو زي ما انتوا شايفين فانسيت بس ان انا وريكم النتيجة بتاعة الوحش ده خلاص يا شباب ادي بصوا عامل ازاي خلاص طالع وكله تمام وتقدروا طبعا تزاويدوا بصوا تمام من مناطق اللي فيها الصخر هتلاقوا طلعة تسليشن لو قللتوا بصوا هي بعمل ازاي لو زودتوا هيديكم عمق اكتر زي ما انتوا شايفين خلاص يا شباب بيبقى تقدروا هادي هتلاقوا الدنيا معاك وعملا كده طبعا تسليشن عشرة يبقى زي الفول خصوصا من البلان بتاعنا يعني هاي كواليتي وما إلا ذلك خلاص طيب هادي خليني نجيب اللايتنج بتاعي هادي اللايت ماتيريال تتحكم في شدة الكلر او اللونه وهي الشدة بتاعة الكلر زي ما انتوا شايفين تقدروا زي ما انتوا شايفين كده شباب تتحكموا في اللايت متيريال بتاعكم خلاص طيب ممكن يكون مابا او ممكن يكون مابا ونحطه هنا مش كده بس رأيكم نعمل حركة ان المابا دي كمان ينفع غير لونها رأيك مولتيبلاي واخده كده وحطها هنا مع اللون زي ما احنا كنا عملنا في الماتيريال الاساسي ما انا لو عايز اغير اللون دي هستخدم دي طب وافرد انا اغير شدة اللون بتاع دي هحط مولتيبلاي تاني وconstant واسميه color overlay intensity وده يروح هنا خلاص هتلاقوا ايه ان ده بيتحكم في شدة اضاء الخاصة بكل دول وده بيتحكم في شدة ثير اللايت ده على تكتشر طب تعال نشوف طبعا color overlay 0 لا نشوف 1 default value على نشوف قصة تبقى عاملة معي ازاي اه نيجي هنا واد material اللي بتاع اقول لا بالراحة علي خالص 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 لسه ملعبناش مع بعض انرجع هزي ما كانت زي ما انتو شايفين ادي ادي الخامة بتاعتي زي ما انتو شايفين خالص ادي color intensity تأثير color خالص ده مش تأثير اضاءة ما فيش بصو طبعا كده اشف الاضاءة لو تعد ده يعني المية خالص خالص ولكن كده تأثير المابة اهي خالص وهنا اللايت شدة الاضاءة بتاعتي خلاص هنا تأثير color بصوا اقدر اخلي مثلا دي ازرق مثلا اوكي بس وتقدر تخلي ده مثلا 50 cd زي ما انتم شايفين وكل تمام تمام تدربة تزاود براحتك لو عايز سلعب يعني وكن زي ما انتم شايفين كل تمام تمام طيب عايزين بقى نتعلم برضو المسك انا عايز امسك لونين امسك احمر واخضر ادي احمر من اولها ادي ال red واخضر لونين اهو ادي الاخضر امسكهم بالمابا دي ولكن المابا دي تبقى ويد واسود اعملها ازاي اولا سهلة جدا بص انسي دي عندنا حاجة اسمها lerp l من الكيبورد تدوس click شمال او click main وتكتب lerp هايطلع لك برضو او من هنا هتكتب lerp طبعا انا بعيد تاني ما بحبش خائمة دي هتحط الخامة الاولى في ال a والخامة التانية هنا هو وتحط d هنا ال a sh ده انسى بقى كل دول خلاص احنا غيرنا التكنيك بتاعنا اه عفو احنا محتاج الخامة دي عشان دي المسك احمر واخضر الداني اصفر زي ما انتم شايفين مفيش ماسك طب المسك انا عايزه ده طب ده الوان انا عايزه الابيض واسفد بتاعه عندك طريقتين اول طريقة هنستخدم لأول مرة حاجة اسمها المسك component mask بقولك قولي بقى انت عايز تمسك ايه من ايه اقولي بص يا باشا ال rgb ده اول ما يخش لك يا mask اسمه mask يعني بيحول الالوان لأبيض واسود ال rgb ده اول ما يدخل لك يا mask استخدم لي red channel هتقول لي ايه بقى حوار channel بقى red green انت تتوهن اقولك لا واحدة واحدة تنين click على الخمى اللي احنا مستخدم انا هتن click تاني عندنا red والgreen والblue اي red والgreen والblue لو انت فصلتهم تشوفها ابيض واسود بس هي مخزنة من جواها information color space للred خلاص هتشيه للred تخش في green انت شايف ها ابيض واسود بس هي مخزنة جواها information ل green عفوا انت عاملها green بس انت شايف ها ابيض واسود بس هي مخزنة من جواها information green بقيم values معين على حسب الفواتح والغوامة وهكذا blue احنا نقول وحنا نستخدم channel دي ده رقم واحد حلو الكلام ماشيين تاتاتا هون اقول بص يا cd الالوان دي استخدم لي منها red channel اللي طيب ماشي وبعدين اقول بص يا cd انا عارف ان اللي داخلك انت مجرد مستخدم لل channel red عندك طريقتين ما انت ممكن تاخد دي وتحطها هنا بقى خلاص لكن دي تحتوي برضو على information زي هزي دي ولكن حبيت اعلمكم طريقة فصل الالوان وفصل information طيب add the texture قلت له استخدم لي بلا عليك red channel ينوبك في يا سواب قال لي ماشي وبعدين حيروح هنا حينسى يقول الله هنا في معضلة زيارة بشوانس عمر هقول له ايه ولي بص يا cd الالفا دي black and white اقول له مظبوط اقول له طيب طالما هي black and white يبقى zero and one اقول له طيب كلامك مظبوط اقول له طيب طالما هي zero and one يبقى هي لازم تبقى الانفورميشن اللي دخلالها zero and one هقول له مظبوط هقول له طيب بس انا مجرد channel فصلتني من جوه الRGB عشان اطلع لك الR انت تشوفها بال zero to one لكن هي انا جوايا information red نقول له طيب المطلوب مني ايه 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 نعم الvalues بتبقى from zero to one ولو اتحطت جوه الred channel بيتقري الvalues from zero to one بيتقري على حسب الvalues للرد خلاص على حسب الـ channel اللي انت بتحطها ولكن محتاجين clamp للموضوع شوفوا محتاجين ايه clamp محتاجين clamp فهنستخدم clamp يعني على جماله الـ clamp ده لو قفت عليه كده هقولك clamp من والماكس يعني بيحبس لك القيمة اللي قبل ده من zero to one خلاص كده يا باشا كده الصورة اللي طلعة من هنا تبقى تستحق انها تخش الماسك زي ما انتو شايفين add from zero to one طبعا هتقول لي بس الصورة يعني ماشي الرد طاغي وبتاع أقولك ما لحظها بتدرجات الألوان نعملها contrast هتقول لي ها أقولك ماشي عندك نوعين بالcontrast نوع بالmultiply طبعا zero بصوا هنخلي يا بصوا 15 طبعا ضاعت يعني one هتبقى كده اتنين كده contrast شديد ثلاثة كده هتقول لي ما فيش حاجة نوع تاني أقولك في power وتقريبا هو ده اللي حضرتك عايزه هتقول لي وريني كده شغله أقولك طيب هو نقاش المهم أدي زير بتاعه أرى للي تحت طيب one contrast اتنين ثلاثة اربعة خمسة بيضاعف لي القيم يبقى مش ده solution بتاعي بيضاعف لي القيمة اللي خارج لا أنا عايز contrast الابيض يبقى contrast الابيض مع الاسود خلاص يبقى هنا هنكتب mask intensity عشان أقدر تحكم فيه في أي منطقة تانية ومن هنا على هنا وآدي المسك ده طب تعالوا نشوف تأثير كل واحد على حدة قادي الوحش ده كليك يمين preview start preview بصوا صورة دخلت تأثير ها كده طب لو تأثير ها تلين كده تلات ربعة خمس عشرة زيما شايفين ها طب بقولك بعد ما حولناها المسك بصوا start preview بصوا نتحول طب يد with information الكلام طبعا ما فيش فرق غير انه هو القيم بيرجع هالك from 0 to 1 لو هنا شدت منك بقت أعلى من 1 أو أقل من 0 نقوله طب يا سيد هي خمسة كويسة زي الفل و ادي المسك بتاعي هنقوله click mean stop preview زي ما انتم شايفين ادي قيمة لو هي خمسة لو هي اثنين لو هي ثلاثة هتبقى بالشكل دا save طبعا مش واضح حاجة غير لما نلعب في البرامتر ادي طبعا هتلاقوا عندكم المسك انتنسيتي اهي ظهر لين اوه بصوا شدة المسك خلاص هتعالوا نقل الانتنسيتي شوية عشان تبلين المسك انتنسيتي تبصوا تمام وزي الفول تعالوا كده نشوف ادي المسك انتنسيتي تبصوا زي ما نشوفين بيتحول من لون للون from zero to one اهو from zero to one بعد كده تدرج المابة قيم بتاعتها تعالوا نشوف تأثيره بشكل اوضح ممكن يفسر لكم حاجة كتير احنا عايزين تشكر على بص هلا ايه اه 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 هتلاقوها الوان طبعا هيقول دلوقتي واحد الله 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 دي الوان يا باش مهندس اقول ما تاتا تاتا تلينك لك عليه ادي الريد والجرين وادي البلو احنا عايزين ايه الريد ادي الريد وادي الريد احنا هنستخدم الريد يعني ايه يعني حضرتك تقدر تحط اكتر من تلات ماسكات في خامة واحدة وعن طريق الفلتر اللي هنا الوحش ده وغيره تستدعي كل ماسكة على حدا تعالوا نشوف الموضوع ده جامد اوي اوي تعالوا نشوف ادي الخامة بتاعتي خلاص تنك لك عليها ادي الريد شانل بس ادي الجرين والبلو عامل كده الله دعاك ادخل ادي الجرين وادي الله 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 البلو تمام يبقى داو دا جرين وبلو الريد مختلف حلو قوي انا بقى عايز استخدم الجرين شانل مثلا حولك حلو هتدخل الارج بي هنا نركز مع بعض عفوا نستار براميتر ايه مش ده لوقتي كليك يمين ستارت بري فيو عشان تشوفه حلو الكلام ليه لان انا قايل له اظهر لي الريد شانل اللي جوه المسكة ار جي بي بتاعك هقول لي ادي الريد يا باشا هاي اللي انت شايف هاي هقول له استنى كده اتأكد ونجيب الريد شانل اه والله دا عنده حق لا مجدبش علي هقول له طب اقول لك ايه ما تجيب لي كده الجرين هاولي ادي الجرين يا معلم مثلا طيب زي الفل هستخدم يو من الكيبورد ام وان الكود السري عشان نتحكم في الطايلينج هنسمي طايلينج والطايلينج هيبقى تو عشان التشكر بس يزيد عندي يبقى انا حطيت التشكر استخدمت التشانل جي اللي هي التشكر مش التشانل وان جوه الارجي بي ماسك داوت وعملت له كلامب اي قيمة فوق الوان وتحت الزيرو لا لازم فروم زيرو تو وان وخلط طهب دا هلو نشوف كده شكل المابه يبقى عامل ازاي اه الله اخضر فعلا هنا والاحمر الناحية تاني حلو الكلام حلو الكلام طب ايه رأيكم ان انا مش عايز النسو الدي ينور اقول له بسيطة ايه المعضلة يعني اول حاجة stop preview وهتيجي عند red channel تشيلها خلاص عايز تحط قيمة constant بزيرو ما يزيرو كده ولا كده يعني اسود save يبقى هنا لو افنا عليها تلاقي ثلاث نقط كده ظهر ولك هتدوس عليهم وتكتب ايه mask زي بالظبط اداة الماسك جوه برنامج الماكس لو فتحنا برنامج الماكس ام من الكيبورد جوه الماتيريالز او هتعمل هنا اهو mask لو دست عليه ادي الخامة الاولى و ادي الماسك بتاعها كان في حاجة تانية مش عايز اتغير خلص ولا انا عشان بقى لي كتير ولا يجد عني او نقدر نقول مثلا زي ال v-ray blend material خلينا نجيب v-ray blend material مثلا هتلاقوا ادي الخامة الاولى خلاص والخامة ادي البيز و ادي الخامة الاولى وتحتها هنا الماسك اللي بيمسك الخامة الاولى فتظهر لك في اللي سود بتاعها الخامة التانية وهكذا من تحت هنا هو كل خامة تزودها تمت تمسك خلق خامة تزودها تمسك نفس الماسك هنا خامة اولى خامة تانية و ابيض و اسود يمسك لك الدنيا بتاعتك زي ما احنا شايفين ننكليك على هنقفل بقى ده خالص او مش عايزه و نقفل ده و نيجي على الانستانس ماتيريال وتقدر تزود الخاص بالتشاكر والانتنسيتي زي ما انتو شايفين كده خلاص طيب زي الفل المفلل تعالوا بقى نتكلم عن حاجة قوية جدا وهي نشوف الاول احنا بقالنا ايه بقالنا طيب ستة واربين دي طيب هنتكلم سريعا جدا جدا عشان نختم بس الاساسيات بتاعت الماتيريال عن اداء اسمها جول الانريل اسمها الماتيريال فانكشن خلاص يا شباب الماتيريال فانكشن ايه الماتيريال فانكشن الماتيريال فانكشن عبارة عن اساس لماتيريال انت بتصنعه وبتاخده كوبي باس تحطه في اكتر من متيريال تانية طيب ملخصوا بس كده يعني ايه مع انكم كاساسيات يعني مش هتستخدموها قوي ولكن عشان يعني تتبقوا عارفينها يعني العلمي بالشيء ولا الجهل بيه بصوا يا شباب كليك يمين هتيجوا عن material and texture وهتيجوا هنا عن material function ودوسوا عليها كده كليك وهنكتب بصوا ايه material base وانسقنا نمسكها كده وانسقطها جول material master بتاعتي زي ما تشافين عاملة كده تحس انها الا كده في نفسها ايه ده صح؟ تحسوا كده انها الا كده ما فيهاش ايه حاجة اقول لك واحدة واحدة انا اشرح لكم مثال عليها استخدامها ولكن هي ليها اكتر من استخدام وعالم تاني ولكن هحاول قدر الامكان بس عشان لبقى يعني ألمينا في اخر الكورس باساسيات جميع جوانبها بالامري كله بس يركز مع ايه لو انت عندك احيانا في بعض ال project اللي بنشتغل عليها بيكون عندك نودس كتير بتتكرر بتفضل تاخده copy paste فالخريطة بتاعتك بتبقى بالظبط شبه خيوط العنكبوت تبقى جاية كده ومش عارف ايه وهنا كده الماتيريال فانكشن اسقى يعني اجمل الحاجات اللي تقدر تنظم بها الموضوع جوه الماتيريال فانكشن زي ما انتو شايفين كده وبتعمل انت النود ويدوب بدبقى كده وتاخدها انت بقى copy paste copy paste بالشكل ده فطبعا جوه هنا اللي بيكون فيه لخبطة انت بتعملها مرة واحدة بس اللخبطة اعيد تاني اللخبطة او مش اللخبطة انسميها الكمبليكس يعني الكمبليكس ماتيريال كده بتعملها مرة واحدة فقط ده ايه؟ بعض الفكرة اللي بتدور حوالين الماتيريال فانكشن طب يعني يا بشوانس عمر هي دي الماتيريال فانكشن المقصود دي هقولك لا 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 هوي هي ولا لا ده موضوع تاني يعني بس بحول اقرب لك اول فكرة في استخدام الماتيريال فانكشن وإلا فالموضوع لا يعني يعني معانا استخدمناه تقريبا في الاكستيريور برضو مش كله قوته اللي احنا محتاجينه كان كده لكن لما تيجي تخش بقى في كافية صناعة جيمز صناعة بعض الاعلانات بالامريل كذا الفيجولايزيشن عندك مثلا موضل معين بوث وعايز مش عايف تعمله ايه بماتيريال فانكشن لا ده قصة كبيرة طيب ادي الماتيريال فانكشن يلا بينا انا عايز الماتيريال بتاعتي وليكن دي ما مش هتبقى لايت ماتيريال تعالوا نحولها ليه عفوا ديفولت لايت عادي وحتى اسمها ممكن نغيره ولكن خلينا شغالين عادي يعني على الطبيعي بتاعنا انا عايز اوصل دي هنا وهنا والمتلك وكده وبس تبقى هنا كل الماتيريالات ينفع ينفع يلا بقى بينا خمسين دقيقة في عشر دقايق نشتغل على الماتيريال فانكشن معلومة اللي احنا هنشتغل وجوه الماتيريال فانكشن هو اللي احنا كنا بنعمله برا ولكن شوفوا الجمال بتاع الماتيريال فانكشن تلينكي لكي هنا هوت هتلاقي هنا حاجة اسمها الاوتبوت طيب جميل جدا يلا بينا انا عايز اول حاجة تكتشر مثلا اول بلاش نعمل تكتر بس بحاول اسهل عليكم تعالوا اتاكد ان ده الديفيوز اه هو ده الديفيوز هسحب الوحش ده عشان بس ما تكتبوش يعني ما تتلخبطوش يعني كتير ادي الوحش دوت ملتبلاي وي وان طبعا دي هتتلغي ده خلينا مش انت تتاتا طيب مفيش اي مشكلة خلاص عشان بس ما تتلخبطوش وتبقى لليتكم بيوضح وهنا يو ملتبلاي وان طبعا احنا فاهمين خلاص يا شباب اهي وقابل دي هتبقى ملتبلاي وثري فيكتر طبعا لحد دلوقتي كله تمام التمام ده color overlay واو ده اللي احنا عملنا في الحصة اللي فاتتة اهو وعدنا عليه في الحصة بتاعتنا ومش لا 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 تمام كده يبقى سؤال ليكم ده ده هيروح فين برافو هيروح في الديفيوز يبقى الاوتبوت دي نسميها color او عفوا ما لاتكتبت كده color بصوا بقى ركزوا اول ما ندوز save بصوا هيظهر لي ايه color بصوا اول ما نوصلها في الbase color ظهر لي الماتيري يبقى كل ده جوه الزغانتوتة الجميلة اوي دي تنين كليكة عليها يتفتح لي طيب انا عايزة تحكم بره يعني دي ماشي كده بس انا عايزة تحكم في الشدة وكده من هنا من هنا من الحيطة اللي عندي بره كده اقولك سهلة جدا يا سيدي ده هتحزفه كل constant وهتعمل حاجة اسمها input input function وتحطه هنا وتسميه الـ input function ده اول حاجة نوعه ايه ثري فيكتور احنا عايزينه ثري فيكتور RGB لا انا عايزه يا دوب عشان كده بجيبلك error يقولك ايه يا معلم ايه انت مدخل two floats في three floats ده x و y بس اللي هو two float وده three vector ايه يا معلم اقوله لا معلم براها علي اهو الـ scalar value يبقى دايه يتحكمني في الـ x و y اللي هنا خلاص هنسميه ايه هنسميه exact texture filing اول ما ندو save هلاقي ها ادي color والندحية الثانية full texture din محتاجة constant نحطوا هنا click mean convert parameter و هنسميها full þiling we won طب تعالوا نشوف كده تيكتشر شغالة معي ولا لا لو جينا هنا ننقل فل طايلينج فعلا طلعتلي هنا هو وكل الكوت دوت عبارة عن هو حتة بتاعها كده هنا هو طب ما تيجوا نكمل تعالوا نكمل طبعا دول هيبقوا عندي هنا هو طبعا الكلور برضو ممكن تخرجوه برا ده three vector خلاص يبقى هتمسحوه وتعملوا input three vector زي ما هو بصوا مش هيقولكو حاجة بس الthree vector عندي هنا بقى بصوا x و y و z يقولوا يا عم بالراحة علينا ماقول x هو ال red خليوا one وال y هو بصوا بقى red هو مع ان انا بقوله في ال x بصوا ال x one حولهو لل red اتأكدتو ان طريق التفكير الانريل في one vector اللي احنا خدناه في اول حصة في الماتيريال three vector فال x هو شايفها red لو انت عايز تستخدمها كلون شايفها كx لو هي اكس نفس الموضوع ال rgb ال red x لو انت عايزها لون تبقى red وهكذا ادي ال y بوان و ادي ال z بوان هي بقى ابيض ادي color overlay وهنا دي هاتبقى دي هاتبقى zero وده هيبقى one هاتب트 ما وتعالوا نشوف نبصوا جين لل communism انا لازم اعرف ايه الend intensity وحدها كده اه ال3 vector لا دي اسمها color overlay save يبقى عندي color overlay والtiling لا انا عايزة tiling يبقى قابليهم كلهم يبقى الوحش ده 0 والcolor overlay 1 والوحش ده 2 ترتيبهم في material function nodes بس بصوا دي تلعت فوق ايه اليو في وبعد كده color overlay 3 vector بالشكل دوت وcolor overlay intensity طبعا هستخدم constant بالشكل دوت color overlay intensity save ولو جينا هنا نقلق و هنيجي على الوحش ده و بصوا ادي color overlay خلاص و ده color overlay intensity او عفوا لازم نطلع دي كليك يامين كوفيرتو براميتر ونسميها color color overlay intensity سايف هيطلع علينا على طول زي ما انتو شايفين هنا هو نقدر نغير لونه زي ما انتو شايفين نخليه اغمى مثلا بالشكل ده لحسب ما يستدعي الوضع برضو زي ما انتو شايفين تمانية و خمسين دقيقة انا هحاول يعني تعالوا نخش على طول في اللي بعديه عشان نقفل الساعة كده يبقى ايه رضا ناخد النورمل ليه عشان اللي بعديه التانيين زي دول يعني ما عادة الكرر overlay فعارفينه يعني النورمل طبعا ننفع برضو رابلس texture بس مش عايز اعقادكو يعني اكتر من كده موضوع UV هيروح لي UV و عندي بعد كده هنستخدم الفلاتن نورمل اه دي الفلاتن الفلاتن نورمل و برضو هنحتاج نتحكم في size هنعمل ايه لا عايزين الانبوت الانبوت بالسكيلر value هنسميها الانبوت بالشكل ده ويتوصل بايه الله 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 اه بالراحة بعد كم ننفع اوت بت او ممكن اسهلك خالص او هتاخد واحد اتنين عفوا اوي هتعمل من هنا كده اوت عفوا اوت بوت فانكشن و يطلع لك الاوت بوت فانكشن بتاعك يعني عندك حاجتين تعالوا نحزف دي ونحزف دي اما انك تاخد c control v او تغير الاسم وكده واما انك هتيجي هنا او كده وتكتب Output Function بالشكل دا وهتسميها Normal بالشكل دا يبقى الترتيب ما تنسوهوش هدي 0, 1, 2, 3 وده Output 0 وده 1 لان عندنا مداخل وعندنا مخارج صح عندنا مخارج بنرتب المداخل ونرتب المخارج زي ما تشافين ادي في الاول فعلا والنورمال تاني واحدة زي ما احنا حاطين بالزبط ادي النورمال في النورمال والنورمال انتنسيتي زي ما انتو شافين 1 من الكيبورد وده اخد الوحش دا كده كمين كوفيرتو بارميتر ونعمل نورمال بشكل دا وهنخليها 1 وهتيجو كده ادي 0 ويتعالوا رتب باقة 0 وبعد كده دي خلي دي زي ما هي هتبقى دا 1 1 وده 2 وده 3 سايف من الكيبورد وانيجي هنا هو ننقلق على الماتيريال انستنس ويه زي ما تشافين ادي النورمال نشوف شغاله ولا لا 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 شغاله والله زي الفول اهي يعني عالجماله تمام ودي الفول تايلينج ودي الكلار انتنسيتي ودي الكلار ذات نفسه زي ما انتو شايفين ودي الماتيريال فانكشن ودي الماتيريال اه اه ودي الماتيريال فانكشن جوه الماتيريال هين ببتحط بقى ايه توصيلة المتاليك والسبيكلار ويه وما انا عايز تستخدمها في اي ماتيريال تخيلوا اي ماتيريال تاني تقدروا تاخدوا دي بس دي كترول سي بصوا عفوا دي كده كترول سي وتحطوها في اي ماتيريال كترول في وتوصلو خلاص يا شباب طيب يبقى ادي الماتيريال فانكشن الانبوتس عندك انواع كتيرة جدا 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 من ضمنها تكتشر تو دي طيب تعالوا انا عايز تكتشر دي يعني تكتشر يبقى زي دا كده يعني احط هنا تكتشر بتاعتي وبتاعها عادي خالص ممكن تمسح تكتشر هتاخد دي كترول سي كترول في وتخلي النوع بتاع الفكتور ده تكتشر تو دي كده بقت صورة وهتحطها مكان الصورة الجميلة دي عفوا هتخليها الاول سيف اه لكن في اكتر من حاجة تمنعنا ان احنا نعمل الطريقة دي يا شباب ليه لو عايز فعلا تحط صورة مكان دي فتر الكاية افتكرتها دلوقتي بصوا جماعة لو حطيت دي هنا مش هتنفع الحال الوحيد ايه يعني دي تتحط ثواني تتحط كليكي مين عفوا كليكي مين بريموت وتبقى تكتشر بالشكل اللي انتو شايفينه دوت وممكن الوحيد يتحط على طول او انك تسيبه وتخلي بس التكتشر بتاعتك كده او تحطها على طول في الوحيد او تحتاج برضو الوحيد عشان تتحط تكتشر سامبل ايوه 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 وتتحط بعد كده في المونتيبلاي يعني عالجماله طيب دي تتمسح بقى خلاص هنا التكتشر ديت هتطلع علينا فوق بصوا بصوا اول ما ندوس كده هنيجي هنا هتلاقيه بصوا بصوا ادي التكتشر تلعتلي خلاص طبعا اسمها color overlay لا انا هسميها بالنسبل و نخد اي تكتشر عندي عندي؟ اقولك سهلا جدا تقلق مين بريموت وتجيب التكتشر بالشكل ده وقادي التكتشر الوود بتاعتك أصبحت جاهزة سيف وقادي التكتشر بتاعتنا الجديدة طبعا هي واخدة النورمال بتاع القديم أساسي يعني ولكن غيرنا التكتشر بتاعتنا قادي الانستنس بتاعنا هنلاقي التكتشر تلعتلي كمان إن أنا أقدر أغيرها من هنا تخيلوا يعني أنا أهو وتقدر تاخد قادي مثلا قادي حط التكتشر دي اتغيرت طب حط التكتشر دي اتغيرت طب حط التكتشر دي اتغيرت يعني أنا قدرت برضو بالمتيريال فانكشن بتاعتي إن أنا أحطها عن طريق جبت تكتشر سامبل وجبت بعدها الانبوت العادي واخترت إنه يكون تكتشر تو دي ومن برة عملنا بريموت كليكي مين يعني حولناه زي الفيريبل كده خلاص قيمة عشان نتحكم في تكتشر فانكشن قوية جدا جدا نقدر بقى دي كليكي مين بصو كابي ونفتح ماتيريال جديد تعالوا كليكي مين ماتيريال وهنسميها كوكو واوا خلاص وناخده بيست بالشكل ده ادي الكلر في الكلر وادي النورمل في النورمل وتقدر تملى بقى دول حضرتك بأي حاجة انت عايزها خلاص يعني مش كل شوية هتقدر تعمل الماتيريال جديد وتتعب وتاخد وقت وبتعب بس كده في درس جاي ان شاء الله هنخش في قسم جديد من اقسام الانريل في كورس الانريل اساسيات بس كده شباب شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته